في كتاب بصائر الدرجات صفحة 34 ابن ملجام اجي عند امير المؤمنين صلوات الله عليه واراد ان يبايعه في اول خلافته الظاهرية الخلافة الواقعية من الاول ثابت فقال الامام من اراد ان ينظر الى قاتلي فلينظر الى هذا هذا هو القاتل الذي يقتلني هذا مسجل في اللوحة المحفوظ فقيل الا تقتله قتله قال وعجبا تريدون ان اقتل قاتلي شلون واحد يقتل قاتله ما يعقل مو ممكن في رواية اخرى في احقاق الحاق المجلد الثامن صفحة 126 قالوا يا امير المؤمنين افلا تقتله قال فمن يقتلني اذا اذا من يقتله امير المؤمنين صلوات الله عليه يعلم قاتله ابن ملجة ويعلم زمان قتله انها الليلة التي وعدنيها رسول الله ويعلم مكان قتله عندما يريد ان يخرج الى المسجد في ليلة التاسع عشر من شهر رمضان الاواز تصيح في وجهه فيقول الامام صوائح تتبعها نوائح ام كلثوم تقول له يا ابا لا تخرج هذه الليلة الى المسجد احست بالخطر كما يبدو الباب يتعلق بمئزر امير المؤمنين صلوات الله عليه او بثوبه فيقرأ الامام صلوات الله عليه اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت اذا حل بواديك او بناديك كما اضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك اهل البيت صلوات الله عليه يمثلون حالة التسليم المطلق لله سبحانه الله يقول اقدم فيقدم يقول له احجم فيحجم يقول له قم فيقوم ويقول له اقعد فيقعد امامان قامة او قعدة تسليم مطلق يكون هناك باب في الكافي الشريف في هذا المجلد من مرآة العقول صفحة 188 باب أن الأئمة عليهم السلام لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بعهد من الله عز وجل كل امام هناك وثيق من قبل الله يجب أن يتحرك طبقها والبحث في هذا الوادي بحث عميق يحتاج إلى ألف صفحة من البحث والتحقيق ترجمة نانسي قنقر